موسيقى موسيقى أهلا بحضراتكم في برنامجكم كون أنت وحلقة جديدة من حلقاتنا الخاصة في الدين النصيحة ضمن صحوة الوعي بحسن الخلق وبنأكد على أن النصيحة ليست الخطابة ولا الكلمة ولا الفصاحة ولا اللسان اللي يملك زمامه البعض أو النخبة دون الكل بل إن كل ذلك من خطابة وفصاحة ولسان وكلام يحتاج للنصيحة فما هي النصيحة؟ النصيحة الخلوص الصدق الصفاء النقاء سلامة القلب كما قال تعالى توبوا إلى الله توبة نصوحة خلصة صادقة نقية شافية عشان كده اتخذنا شعار حلقات الدين النصيحة قول الله عز وجل وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دينه القيمة وبنأكد على أن حلقاتنا مدروسة وسابقة الإعداد ومركزة ومن خلال ما نقدمه من النصوص القرآنية والنبوية وأقوال الصحابة على النصيحة اللي هي الخلوص والنقاء والصفاء وسلامة القلب وتسليم الوجه لله عز وجل وإنك بتطلع أحسن ما عندك الدين اللي بيأمنك يوم لقاء الله يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم وكمان النصيحة دي بمعنى الخلوص والنقاء والصفاء وسلامة القلب الدين اللي انت بتتعامل به مع الله عز وجل ومع خلقه كما قال تعالى إنا أنزلنا إليك الكتابة بالحق فاعبد الله مخلصا له الدين ألا لله الدين الخالص بنفكر حضركم بموضوع الحلقة السابقة كان عن النصيحة في وصايا أبي بكر الصديق للأمة في خطب التنصيبه بعد توليه الخلافة بعد سيدنا رسول الله وكمان نصيحة سيدنا أبي بكر الصديق لقادة جيشة اللي كان بيوجههم للقتال ويدلهم القيمة الأخلاقية والأصول للجيش الصح إزاي يبقى عنده تلك المرؤة والشرف عشان تتطمنهم على أن جيش مصر بهذه الصفات الأمينة جيش الشرف والأمانة والصدق والإعمار مش الهدم والتخريب والبناء والعطاء وتأمين خلق الله ما فيش لحد يعتدي ولا يعتدي عليه النهاردة إن شاء الله هنتكلم عن نصيحة سيدنا أبي بكر الصديق في وصاياه لاستثمار الأجل اللي فيكم واللي فينا عاوز يستثمر كل دقيقة من حياته في أفضل وجه الاستثمار نشوف الوصايا اللي سيدنا أبي بكر الصديق بيقدمها في إحدى خطبة ودي خطبة فيها عشر بنود هنذكرهم لحضراتكم واللي يحب يرجع ليها يرجع لي مصنف ابن أبي شيبة طبعا أنت عارفين ابن أبي شيبة أحد كبار المصنفين زي عبد الرزاق عبد الرزاق مات 211 ابن أبي شيبة مات 235 هجرية وكمان موجودة في المستدرك للإمام الحاكم اللي مات 405 هجرية والإمام اللي بايهقي وانتوا عارفين أنه مات 458 هجرية الحديث ده بقى أو الأثر ده عفوا ما هو لما هو حديث المقصوب به حديث سيدنا النبي لما هو الأثر يبقى أثر عن أحد الصحابة الأثر ده اللي رواه عبد الله ابن عكيم الجهني ده مات 88 هجرية وكان عايش في الكوفة هو أدرك سيدنا النبي بس ما شافوش مين عبد الله ابن عكيم الجهني بيقول إيه بيقول خطبنا أبو بكر الصديق رضي الله عنه حفظ الخطبة لأن وجد الخطبة دي درر فحفظها ورواها للأجيال إلى أن تم تدوينها إلى أن وصلت إلينا وإحنا بنقولها لحضراتكم بعد لما سيدنا أبو بكر الصديق حمد الله وقفنا عليه قال للناس عشر جمل ذهبية اللي حفظها عبد الله ابن عكيم ورواها وصلت لحضراتكم بيقول إيه أول وصية وصية الوصاية ساعة ما هو وصية الوصاية أرجو أن الكل ذهنه ينصرف إلى تقوى الله لأن تقوى الله الأصول المرعية يعني تقوى الله يعني تتبع الأصول المرعية في الشيء تقوى الله في الكتابة تتبع الأصول المرعية في اختيار الألم والورقة تقوى الله في الخطابة ترعى الأصول المرعية في المستمعين والكلام اللي يتقل إيه والزمن المناسب إيه دي الأوضاع الأصول المرعية تقوى الله في الصناعة تتبع الأصول المرعية في الصناعة تقوى الله في الزراعة تتبع الأصول المرعية في الزراعة وهكذا تقوى الله في الصلاة تتبع الأصول المرعية في الصلاة تقوى الله في الصوم تتبع الأصول المرعية في الصوم فقال له أبو بكر الصديق في خربته بيقول إني أوصيكم بتقوى الله وأن تثنوا عليه بما هو له أهلا مرة تانية بيقول إيه سعين عبو بكر الصديق وسيطة الوصايا وسيطة الوصايا بيقول إني أوصيكم بتقوى الله طبعا هو بيوصي الناس وبيوصي نفسه ما هو أتأمون ناس على بير وتنسون أنفسكم اللي بيوصي لغير بيوصي نفسه وعشان كده بنعرف الوصية المخلصة من غير المخلصة تعرفها منين اللي بيكلمك بيطبعها نفسه ولا لا لو كان بيطبعها نفسه يبقى اكيد مخلص لانه بيحب للناس ما يحب نفسه لكن يوصي غيره وهو لا يعمل وقال ايه تقول دي وصية لا ده متجرة ابو باكر الصادق بيقول اوصيكم بتقوى الله وان تثنوا علي تثنوا علي تشكروه ما هو ليس متشكر ربنا هو انت مش بتكلم والكلام ده نعمة غيرك ما بتكلمش مش بتشوف مش بتتحرك مش بتلاقي الامة عيشك مش ب انت حسن من غيرك قول لا عندكش نعمة خلاص انتهت النعم وانت عدوا ونعمت الله لا تحصوها ياخذ تكر اي نعمة واحمد ربنا عليها لقين شكرتم لا ازلنكم اني اوصيكم بتقوى الله وان تثنوا علي بما هو له اهل واصيكم ان تخلطوا الرغبة بالرهبة اوعى يكون واحد فيكم يرغب في شيء في اللحظة دي يجب يكون عنده الرهبة منها اجمع الرغبة بالرهبة توزن نفسك الله عليك يا ابا بكر في مقامك العالي واوصيكم ان تخلطوا الرغبة بالرهبة وتجمعوا الالحافة بالمسألة انت بتطلب الناس كتير وانت بتطلب خلي عندك الحاف لا يسوها نسأل الحافة عزة يعني اجمع انت محتاج اطلب احتياجاتك بس وانت بتطلب اجمع ما بين طلبك وسؤالك بالالحاف والتعزز والعفة اوصيكم ان تخلطوا الرغبة بالرهبة وتجمعوا الالحافة بالمسألة فان الله عز وجل بيجب لهم بقى الدليل فان الله عز وجل اثناء على سيدنا زكريا وعلى اهل بيته فقال سبحانه انهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبة وكانوا لنا خاشعين شفتوا الملمح لسيدنا وبكر الصديق اخدوا من دعاء سيدنا زكريا انهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبة وكانوا لنا خاشعين فقال لنا خليك في تعاملاتك دايما كده الرغبة والرهبة والسؤال بالالحاف اعلموا عباد الله ان الله قد ارتهن بحقه انفسكم حق ربنا مضمون مين نضمنه نفسك ونفسي حق ربنا فيه مضمون بنفسي حق ربنا مضمون فيك بايه بنفسك هتروح فان فاين ذهبون انا هروح فان فاين ذهبون اعلموا عباد الله ان الله قد ارتهن بحقه انفسكم وأخذ على ذلك مواثيقكم واشترى منكم القليل الفاني بالكثير الباقي ده أنت بتأدم شئ في الدنيا أمر ثاني وهتاخد والآخرة خير وأبقى الله عليك يا أبا بكر في مقامك اعلموا عباد الله أن الله قد ارتهن بحقه أنفسكم حق ربنا مضمون ضمان نفسك ونفسي وأخذ على ذلك مواثيقكم واشترى منكم القليل الفاني بالكثير الباقي أفكر حضركم بالآية القرآنية في سوط الأعراف وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين نسمع تاني لقوله تعالى وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا أن تقول يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين ثم قال أبو وقل الصديق هذا كتاب الله فيكم القرآن ده كتاب ربنا فيكم والدنيا والكون كتاب ربنا فيكم اوعظ ظنه إن كتاب ربنا فيكم المصحف الشريف بس لا هو الكون ده مش كتاب ربنا ولا إيه الكون ده اللي بتشوفوه مش كتاب ربنا ولا إيه هذا كتاب الله فيكم لا تفنى عجائبه ولا يطفأ نوره فصدقوا بقوله وانتصحوا كتابه واستبصروا فيه ليوم الظلمة مرة تانية تفسر هذا كتاب الله فيكم على الكتاب المفتوح والكون ممكن تفسر كتاب الله فيكم على إنه المصحف ممكن هذا كتاب الله فيكم والاتنين صح ده من ربنا وده من ربنا هذا كتاب الله فيكم لا تفنى عجائبه ولا يطفأ نوره فصدقوا بقوله وانتصحوا كتابه تقول لي صدقوا بقوله هيبقى المصحف بس أقولك ليه وهم الباحسين اللي جابووا لنا المصط بتاع كورونا جابو من إيه غير من الكون فصدقوا بقوله الباحسين في الطبيعة بيجيوا من إيه من الكون من كتاب الكون وانتصحوا كتابه وسطبصروا فيه ليوم الظلمة إنما خلقكم الله للعبادة طبعا التفسير الكهنوتي يقولك للصلاة والصوم يا سيدي الصلاة والصوم ديت واحدة من خمسة لكن فين نفسك نفسك أنت بتعبد ربنا بنفسك بحمايته بعقلك بحمايته بعرضك بحمايته بمالك بتنميه وتحميه كنت يعبده ربنا أيها فندم اللي بيحمي ماله بيعبد ربنا اللي بيحمي نفسه بيعبد ربنا اللي بيحمي عرضه بيعبد ربنا اللي بيحمي عقله بيعبد ربنا إنما خلاقكم العبادة يعني قصد العبادة يعني إيه القصد تقصد ربنا في حياتك تقصد ربنا في عرضك تقصد ربنا في مالك تقصد ربنا في صلاتك وصومك دي اسمها عبادة إذن العبادة مش الصلاة والصوم بس ده تفسير خلانا يعني فاهمين الدين هانوتي لأ الدين حياتي احنا عايشين في الدنيا اعلموا إنما خلاقكم الله للعبادة قصده اللي بالله عليكم الفلاح بينزل عشان ايه بيزرع الأرض قصد مين قصد وجه ربنا اللي بينوح مصنعه بينتج قصد مين نفس المصنعه ينجح قصد ربنا ووكل بكم الكرام الكاتبين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون ان الابراء في نعيم وان الفجر في جحيم انما خلقاكم الله للعبادة ووكل بكم الكرام الكاتبين يعلمون ما تفعلون ده كلام سيدنا وبكر الصديق وبعدين بيقول لهم اعلموا عباد الله أنكم تغدون وتروحون اللي رايح واللي جاي اعلموا عباد الله أنكم تغدون وتروحون في أجل قد غيب عنكم علمه محدش منكم يعرف أجله امت اعلموا عباد الله أنكم تغدون وتروحون في أجل قد غيب عنكم علمه فإن استطعتم أن تنقضي الآجال وأنتم في عمل الله ففعلوا اوعى تفوت الفرصة دقيقة تقدر تشتغل فيها وتعمل فيها فسئلة وما تحطهاش حديث رباء أحمد عن أنس بن مالك إذا قامت قيامة أحدكم وفي يده فسئلة فليغرسها اعلاموا عباد الله أنكم تغدون وتروحون في أجل قد غيب عنكم علمه فإن استطعتم أن تنقضي الآجال وأنتم في عمل الله ففعلوا لن تستطيعوا العمل في الله إلا بالله معلومة اوعى الظن أنك أنت هتقدر تشتغل وتستطيع العمل في الله إلا بالله هو الحق إلا بالله هو الحق هتشتغل حق يبقى بالحق إلا هيعمل وطالب يعمل حق لازم يكون بالله إلا هو الحق لن تستطيعوا العمل في الله إلا بالله فسابقوا في مهل آجالكم قبل أن تنقضي آجالكم فيردكم إلى أسوأ أعمالكم مرة تانية فسابقوا في مهل آجالكم فرصة وأجلك في مهل إنت لسه عايش فسابقوا في مهل آجالكم قبل أن تنقضي آجالكم فيردكم إلى أسوأ أعمالكم فرصة فرصة حياتك إن أقواماً جعلوا آجالهم لغيرهم في ناس بقى اشتغلت على غيرها ما اشتغلتش على نفسها إن أقواماً ده كانوا أبوك للصديق بيقول لكل واحد فينا عمرك لك عملك لك أنت بتشتغل ما تضيعش عمرك لغيرك أنت لما بتشتغل مع غيرك لصالح نفسك لما بتشتغل لصالح أهل بيتك أنت بتشتغل نفسك لكن أنت تشتغل نفسك بغيرك وصيب نفسك وصيب أهل بيتك محتاجين لك إن أقواماً جعلوا آجالهم لغيرهم ونسوا أنفسهم فأنهاكم أن تكونوا أمثالهم مرة تانية إن أقواماً جعلوا آجالهم لغيرهم ونسوا أنفسهم فأنهاكم أن تكونوا أمثالهم الوحاء الوحاء العجلة العجلة السرعة السرعة الزمن بيطيع اوعى لخلي الزمن اللي بيدع ده يروح منك فمدام الزمن بيروح بسرعة بص لتساعة كده هتلاقيها عمالة تجري 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 طيب فين عملك وعملك ليه فيه كسل لا 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 العمل زمن ماشي اذا لازم عملك يمشي الوحاء الوحاء والنجاء النجاء اوعى تضيع لحظة وتبقى تقع فيها ترجع ورا تعمل معصية تعمل خطيئة تزعل حد لا 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 النجاء النجاء خليك ناجي كل يوم يعدي بالنجاء افرح بيه وكل سحظة تعمل فيها خير افرح بيها فإن وراءكم طالبا حثيثا مره سريع خلي بالكم في شيء بيطالبنا كلنا حثيثا وراءنا كلنا مره سريع هو ايه الموت الشيء الوحيد اللي بيجري وراءنا كلنا كل واحد فينا مين اللي بيجري وراه فإن وراءكم طالبا حثيثا مره سريع هيعدي الأجر هيروح والموت يأتي دي نصيحة سيدنا وبكر الصديق وشوفنا قد ايه الوصايا اللي بيقدمها ونشوف فيها الإخلاص كلما قرأته كلما سمعت بتلاقي نفسك لاستثمار الأجل ولان وقت الحلقة انتهى برضو مش هيفوتني اقول لحضراتكم الحلقة الجاية هنتكلم فيها عن ايه هنتكلم باذن الله عن النصيحة في وصايا سيدنا عمر ابن الخطاب لتهديب النفس هناخد اربع حلقات عن سيدنا عمر ابن الخطاب زي ما خدنا تلات حلقات عن سيدنا وبكر الصديق هناخد باذن الله اربع حلقات وهنستمتع شوفا لما عمر ابن الخطاب بيقدم نصيحه لتهديب النفس وبيقدم نصيحه للولاة ليتعينوا الولاة ويقدم نصيحه للقضاء ويقدم نصيحه للموعظة والحياة الكريمة اللي هنشوف وهنستمتع من كلمات عمر ابن الخطاب رضي الله عنه ونشوفكم دايما يا رب وانتم في احسن حال